وليد اتصل بشازمة وعمل اللي اتفقنا عليه تقلى اليوم وقت كنا عم نفطر وكان أبي موجود وشازمة كانت مبينة مثل بك وأبي كمان كان معصب كتير رومي رومي أنا عن جد خايفة أنت متخيل إذا أبي عرف أنه بنتي اللي ورا كلها القصة بصدقني وقتها ما راح يسامحني بحياته ما بعرف ليش أنت قلقاني لهي الدرجة بكفقني معك شبك ليك وليد شخص كتير زكي وما راح يذكر أسامينا أبدا وبكرة بتشوفي ايه بس ما في بس طولي بالك شو أنت ما بتوصقي فيني القصة مو بالثقة أنت ما بتعرف أبي وقت يعصب أبدا تعرف شو بيعمل إذا عرف وقتها راح يحطك أنت وليد بالسجن طيب وانت ليش عم تفاولي علينا خلاص طولي بالك أنا عملك شو ما صار ما راح يذكر أسمائنا ماشي خلاص لا تشغلي بالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة